السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم شاهد الحدث وإليكم التفاصيل باعوف يقرر تمتيل المغرب على حساب بلجيكا ويحصل على جواز الصفر المغربي حصل اللاعب إسماعيل باعوف مدافع فريق راديف فريق أندرلغتا البلجيكي لكرس القدم على جواز الصفر المغربي بعدما قرر تمتيل المنتخبات الوطنية مستقبلا على حساب المنتخب البلجيكي الذي دافع ألوانه في الفترة الماضية وعلمت هسبورت من مصدر مطلع أن باعوف تحصل اليوم الأربعاء على جواز الصفر المغربي بعد تغيير جنسيتي الرياضية وبات بإمكان الإنديمام إلى أشبال أطلس والمنتخب الكبير مستقبلا إن شاء الله وأوضح المصدر نفسه أن باعوف صاحب 18 عام ينتظر أن يوجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة خلال المعسكر الإيداد المقبل بعد أن دعب الفئات السنية للمنتخبات البلجيكية وسيعزز باعوف خط دفاع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة حيث يعاني هذا المركز خصصا واضحا ومن المرجح أن يكون حاضرا في المباريات تصفية منطقة الشمال الإفريقية المؤهلة إذا نهائية كسي إفريقية للأمم للشباب ويرتبط باعوف بعقد مع أن درليغتي يمتد إلى غاية صيف سنة 2016 ولعب في جل الفئات العمرية لمنتخب بلجيكا كما نال شارت العميد مع الشايطين حمر وخضى مباراتين مع المنتخب البلجيكي لأقل من 16 سنة وأعلكم في فيديو آخرها إن شاء الله